قدم المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين تقريره السنوي مقياس الديمقراطية للعام 2020 الذي هو استطلاع سنوي يفحص ويرسم صورة الوضع فيما يتعلق بتقدير الجمهور الإسرائيلي لما يسمى منعة الديمقراطية الإسرائيلية المقياس الذي يعد للسنة الثامنة عشرة على التوالي سجل تراجعا في الثقة بمؤسسات الدولة في كل المجالات على أن اللافت فيه كان التراجع الذي وصف بالحاد في ثقة الإسرائيليين بالجيش الإسرائيلي والذي قارب العشرة في المائة بالرغم من أنه لا يزال يتصدر قائمة المؤسسات التي تحظى بثقة الإسرائيليين حيث انخفض من تسعين في المائة إلى واحد وثمانين مقياس الديمقراطية تضمن أماطم مقلقا في الحقيقة وهو انخفاض ثقة الجمهور بالجيش الذي لا طالما كان في المركز الأول صحيح أنه لا يزال في المركز الأول لكن هذا الانخفاض يجب أن يقلقنا جميعا والأسيما الجيش ورؤساء الدولة المراقبون الذين وصفوا الانخفاض في ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي بالصفعة لأنه الأول في هذا المجال منذ أكثر من 12 عاما أشاروا إلى أنه دق نقوس الخطر في الجيش الإسرائيلي لمعرفة أسبابه وانعكاساته هناك من وصف نتائج الاستطلاع بالهزة الأرضية والصفعة التي يجب أن نعرف سببها إنها المرة الأولى منذ 12 عاما التي يسجل فيها هذا الرقم وهو حصل تحديدا في سنة أمنية هادئة نسبيا عمل خلالها الجيش في الشمال وسوريا وغزة الشعور الآن هو أنهم في الجيش الإسرائيلي يحطمون رؤوسهم لكي يفهموا ما حصل هل السبب هو السياسة أم كورونا أم رؤساء الأركان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لم ينفي صحة المعطيات وعقب باقتضاب على ما ورد في مقياس الديمقراطية بالقول إن ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش هي ركيزة أساسية في قدرته على آداء مهمته ما يعكس خطورة دلالات هذه المعطيات موسيقى